وكلمتوا على هل من السهل ان يكون الاطفال عندهم تعامل يومي مع المدرسين باللغة الالمانية قال لي طبعا سهل جدا الطفل الالماني زي الطفل النمسيوي زي الطفل المصري ممكن يتعلم كل حاجة ممكن يرقص بسهولة ممكن يغني بسهولة ممكن يتكلم الماني بسهولة؟ يعني انا عاد بالي نصف مش فاهم ولا كلمة قال المنزي كلمةan يعني من تجزيلي اللون كامل يمكن يتواجد كل فسرة ي 가능 في تضيطة المدرسة يفعل للمسي كلمةه نظرت سؤال الغداء يسأل معيها نعمال يؤسسس بشكل جدا يجب أن يتحلم أن تتكلم مع المدرسة التعامل بسهولة بسهولة وكان يتحلم أن يتحلم عن طفل المسيون في نهاية العلمانية سيكون وكلمتوا عن طفل المسيون السيادات على المسيون جورج خوري لو رجال حلقة تانية الجهات المشتركة في المشروع المشروع الجديد يمكن أن نقول إنه شيء الجديد بالمشروع هو إنه نحن أردنا مش بس نعمل مهرجان يقام وينتهي أردنا الهدف من هالمهرجان إلى جانب ذلك طبعا إنه يصير في تبادل ثقافي بين المؤسسات الفنية وفي توثيق للعلاقة بالضبط بين المؤسسات الفنية في كل من القاهرة وبيروت من جهة ودوسلدوف وبون من جهة أخرى على أمل أن يكون هناك استمرارية يعني بعض المهرجان وبعد انتهاءه تصير تكون فيها علاقات قوية وقيمة بين هالأطراف دين مختلفة بحيث إنه ينفذوا بعد ذلك مشاريع مستقلة حتى عن هالمهرجان هذا والبدايات التي عشناها إلى الآن تبشر بالتكلم هل ستقام هذه الاحتفاليات في مصر وفي بيروت وفي ألمانيا في نفس التوقيت ولا متزامن؟ ستقام في البداية في الواقع في كل من دوسلدوف وبون هناك مشروع أولا وعلى أمل أن يأتي الطرف الآخر إلى هنا ويعني حتى مثلا أنا أذكر سفير الجامعة العربية في بلين مهتم جدا بالموضوع وقال لي أكثر من مرة التبادل الثقافي ليس طريقا في اتجاه الراحل يجب أن نقوم في تصدير بس بالضبط أنه نقوم بهذا العمل من الجهتين في مشروع هلأ بعد ما تقرر نهائيا أنه يتم حذر أنا بالقول فيه بس أتصور سيتم حنعمل شيء فني حنجيب مواهب عازفين متميزين من مصر من لبنان جميل من فلسطين حتى ومن ألمانيا بنفس العدد في عالم فلسطين دخلة كده جديدة في الموضوع هو مشروع مختلف عن مشروع المشروع الجديد؟ لا لا هو سيكون في إطاره لأنه في عن قصد هذا فنان معروف عالم فن هو كمان ملحن ومؤلف موسيقي مشهور جدا أصله في الواقع من خارج ألمانيا ليس ألمانيا ولكن منذ أعوامه كان أربع سنين لما إجا على ميونيخ استقر فيها وعلى مستوى كان هنا في دار الأوبرا عرض أكثر هو بالغاري الأصل دعي أكثر من مرة لتقديم موسيقى بيهتم جدا لماذا نجيب بشكل مختلف؟ بيهتم جدا بموسيقى هذه الحضارات المختلفة من العصور الوسطى إلى اليوم وقدم خدمات لا تصدق يعني لهالجولة يعني اللقاء اللقاء الفني اللقاء الموسيقي بين هالأطراف والهدف إنه نعمل ويركشوب بألمانيا ويركشوب مع هدول الفنانين الشباب من بنات وشباب طبعا وإنه تعرض الأشياء هناك وإنه نيجي لبيروت ولا القاهرة ونعرض نفس الشيء يعني نت مكلم على تصدير الثقافة ونعيز أعرف إذا كانت المدارة الألمانية تصدر أيضا بيهتم تصدير الثقافة وشباب طبعا بيهتم تصدير الثقافة وشباب طبعا يم بأكبر breast لليس كيّسي هي بسم كل مدارة الأممم في الأدوار recognize���ت في گضاءات المحن على الكرسي belum اللقاء التي تصل يوم 5 على الأن الأخير لا يمكن أن تصدير من الأساسي من unstable الإجمال ان الأенный ف variability في إجறத من Oxنان الأخير للمري protecting الإجمال تم تجريباً إرغاناً عرجتها أهل عن أجيب تامونا عدوه صديق أجيب تاموه أجيب تجريباً لو أنت عرضتها وشروع أجيب أن نموها وأعطيب فننراجي أنحيت ستغطى الأجيب أجيب إلى كارب وأعطيتها وشروعها في إشارة العديدة تعمى أجيب الأجيب أجيب أن تعمى الضوء Wet's nanحيب أنت مسجد برنراجة كارب بالإذن أجيب برنر يقع قريب فيÉgyptان ويقى في إجيpt Angst ويعمل عام بيارة ورعيزها و عدد أعلم في المعارسة في المطاقبات العديد تيبون عدد الله من أجل المنزل وتم أنصنع بناده بمقادة شخص يدون مسكتين هذا المعلومات إذا كانت هذه المعارضة في المنزل في نخل في المنزل الى كارغة ما يدوني سوف أقول الكلام ثم أريد أن أعرف رأيك في حكاية الأفكار المتبادلة بالسجور أنا أعرف كل اللي قاله يعني لو في الواحد الكلام منه هو طبعا أنا سألته على إزاي ممكن المدرسة تلعب دور الثقافي مع الدور التعليمي مثلا لو كان مدرسة ألمانية في المجتمع المصري إزاي ممكن تلعب هذا الدور قال إحنا عندنا عصف وكونسرت دائما بيكون موجود المدرسة بيكون عندنا حاجات كونسرتات في السيف ممكن الأطفال يعملوا موسيقى أو يرقصوا أو يغنوا ممكن مثلا يبقى فيه تعليم لمهارات معينة للأباء مثلا فيه مهارات تعليمية هو كان بيكلمني قبل الهوي إزاي نعمل جلسات تعليمية للأباء وللأولياء الأمور عشان يتعاملوا مع الطفل إزاي نقدر نحن نتعامل بشكل آخر غير الشكل التعليمي فقط للطلبة ولكن إعطاء الأباء صورة عن كيفية التعليم وكمان في المدرسة مثلا بيهدوا كورسات لتعليم اللغة يعني ده كأنهم مركز ثقافي عن مثلا التبادل بينهم وبين ألمانيا في الأفكار هم المدرسة ليها فارع تاني مثلا في ألمانيا هيخلوا الأطفال هناك بيعرفون مصر طالما المدرسة ليها فارع في مصر مصر فيها وفيها 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 إزاي انتوا شايفين مصر هيعملوا عن معرض هنا في الصفارة الألمانية في يوم 5 مايو هيكون نفس المعرض موجود في الصفارة المصرية في ألمانيا في نفس الوقت هيعرضوا الرسومات للأطفال المصرين إزاي ممكن يشوفوا مجتمع غاربي زي ألمانيا وللأطفال الألماني إزاي يشوفوا مجتمع شرقي زي مصر بتخيلاتهم شايفين عاملة إزاي وفيه دكتورة مونة راجي دي مصرية وللأت ولدت في مصر لكن عايشة طلوه مراف ألمانيا جات من ألمانيا عشان تساعد الأطفال في إزاي يعرفوا يقدموا هذه المواهب إيه رأيك في التبادل ده يعني فعلا بتلعب دورك ويس المدارس كلمة تبادل تريحني أكتر أنا عندي شوية تحفظ تجاه تجاه كلمة تصدير استيراد وتصدير لأن الواحد أنا رأيي شخصي لا يصدر فن لا يصدر فكر الواحد الآخر يتعرف على فكرك أو فكري أو فني وفني حضرتك أنا لا أعتذره شكل من أشكال التصدير وإنما هو شكل التبادل فهو مكانش مصطلح بمجرد دعاة أه أه صحيح فالمهم الجميل جدا أنه الفن والفكر الثقافة عامة صار في هذا شيء متعارف عليه متفق عليه في جميع الأطراف هو الجسر الثقافي هو أفضل أفضل وسيلة تعريفه للوصول إليه لفهمه إلى فهمه وتعرف حقيقي على العقل الآخر طيب أستاذ جورجي بس أنا أريد مع أحدك في نقطة بسيطة جدا مشروع المشرق الجديد لأنه بالفعل موضوع يسرني جدا لأنه جميل جدا أولا الجهة الممولة تبقى مين؟ الجهة الممولة بدرجة الأولى المدن الألمانية المذكورة في الواقع لا أكشف سرًا إذا قلت كانت كولن ترغب رغبة قوية في المشاركة وشاركت في البداية في المشروع للأسف الحالة المادية دلوقتي ما تسمح لهاش يعني في أسف كبير في الواقع في كولون أنه مش رح يقدروا يشاركوا لأنه طبعا المشاركة لازم يكون فيها كمان ترطية مادية إلى جانب دوسلدوكوبون حكومة ولاية رينانيا الشمالية وستفاليا هي أكبر ولاية بكل ألمانيا عدد سكان يتجاوز عدد سكان ألمانيا الشرقية سابقا يعني تدعم المشروع كمان مادية دعم كبير الجانب الآخر لا يقدم أشياء فعلا مادية كبيرة نحن نأمل حكيته عن السفارة المصرية أنا سنحت لي الفرصة أنه أقابل السيد السفير عز الدين ومزي عز الدين في الشهر الماضي وحكيت معه ترجمة نانسي قنقر